ربي يشفيه الشيخ إن شاء الله ربي عز وجل يشفيه ويعافيه إن شاء الله تبارك وتعالى وطبعا هذا يعني جد المقل والتكريم لابد أن الإنسان لما يحب يكرم إنسان ماذا بينا نكرموهم يعني هم أحياء سواء في المجال العلمي أو الرياضي أو الثقافي أو لأن هؤلاء عطوا بزافة الجزائر وهذه ما هي إلا ما إلا طمارات بسيطة نستطيع أن نقدمها لهم إذن هذا المشروع الليكم تشوفوا فيه طبعا كنتون تسمعوني نقولكم دارلي يتيم وهران هذه الحمد لله رب العالمين أنجزت وبالطريقة يعني الحمد لله كأننا بنين ديارنا يعني والله لا سواء في يعني اللونتي سيسميك يعني في البناية التاحة يعني مضادة للزلازل وبأرقى وأثمن الماتيريول اللي درناهم يعني كامل فيها نسأل الله تبارك وتعالى نجازي كل من أحسن وكل من قدم ولو دينارا معنا طبعا عندي مجموعة نحن كنا دينا طبعا للضيق الوقت ما قدرناش نفوتهم وكان البعض كانوا معنا حاضرين في القاعة أعرضناهم يعني اللي قدموا مبالغ كبيرة يعني منهم اللي بغا يبان ومنهم اللي ما بغاش يبان ولكن ما عليش نذكرهم نذكرهم يعني والله سبحانه وتعالى يتقبل منهم أولا خويا علي بوجلال اللي هو يعني اللي يعطاني القطعة على الأرض هذه منذ مدة وكان يقول لي شيخ في قلبي في قلبي أن هذه القطعة على الأرض طبعا سواب الملايير قطعة أرض في هذا المكان هذا في وهرن فقال لي في قلبي نشوف هنا الولاد يقروا القرآن الكريم وطورنا ربي عز وجل الأعمار وجاء الوقت وين يعني كمنا هذا المشروع يعني ابنيناه بسرعة وجاء وحضر معنا وسمينا عليه اللي طاج هذك يعني تع تحفيظ القرآن الكريم يعني نسميناه علي بوجلال هذا الرجل الفاضل اللي هو من سفينة النور يعني من الناس اللي اللي تربينا مع بعض في بيوت الله تبارك وتعالى والله جاء من المدينة المنوارة مباشرة لعدنا يعني كان في العمرة وقطع الصفر وجاء مباشرة يعني من المطار جاء للقاعة باش يفرح معنا نقول لك جزاكر الله كل خير أبشر خيرا نسي علي والله يرحم الوالدة اللي نبغيها بزاف والله يرحم الوالد والله يرحم عائلة بوجلال والد بن حنيفية أبشر خيرا ها هما اليوم ولداتنا الأيتام وغير الأيتام يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى في هذا المنشأة في هذا الدار الدار اليتيم عدنا واحد الحاجة ركوا معاقلين عليها اللي قلت لكم عليها اللي جاتني ومدت كل ما تملك كل ما تملك تانا خلحت قلت لها الحاجة بيتمدي كلش قلت لي نمد كلش شوفها تشوف الجنة وعندها بنية خوها هذه الله وعلموا حتى الطبيبة رائعة هذه العائلة هذه الحاجة نقولها كثيرين من الدعاء أسأل الله ليش معني وإياك في الجنة يوم القيامة يا رب لأن مثل هذه النماذج الجزائرية مثل هذا المسوان هذا يعني مش ما الأمر السهل أن إنسان يتخلى على كل أملاكه ويعني يمدها في حاجات اللي تقعد صدقة جارية على قرن على قرنين رب يطول عمار الناس والجزائر تقعد إن شاء الله شامخة كل واحد يقرأ في هذا المدرسة يتعلم القرآن يتعلم دروسه يتعلم علمه يقول لي مهندسي يقول لي طبيبي يقول لي أي شيء راه في ميزان حسناتك الحاجة ورب يحفظ لك هذه البنية كل نوارة ما شاء الله عليها ورب يبارك لها في عملها ويبارك في كل العائلة وأسأل الله أن يجعلني وإياك في الجنة الفردوس الأعلى وكل مخلصين بعون لي تبارك وتعالى